أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تلقيها عددا كبيرا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات في إطار الحوار الوطنية وأكدت الأكاديمية استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرة إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة لتقوم بتجميع تلك المقترحات وبعرضها للحوار لتسنى إعداد رؤية مؤحدة من كافة القوى المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة